خلونا كمان نبدأ بالخبر ده وده خبر أيضا من الأخبار المهمة اللي بنشوفها وهي أيضا يعني مجلس الوزراء استعرض اليوم مجموعة من الأشياء المهمة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية وذلك لتوطين صناعة السيارات تمهيدا لإطلاقها الحقيقة الموضوع ده من الموضوعات المهمة جدا وده من الموضوع اللي احنا بنهتم بيه علشان توطين السيارات دي يعني أو صناعة السيارات هتفيد جدا احنا عارفين ان ده كان موجود عندنا في مصر فاحنا يعني شيء مهم قوي ان احنا نرجع تاني ويبقى عندنا توطين لده مصر كمان بتثبت بانها الحقيقة دولة رئيسية في سوق السيارات الافريقية الناشئة وده حيبقى مهم جدا ان انت يبقى عندك هذا التوطين لصناعة السيارات هنا مع علاقات تجارية واستثمارية كمان قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة وده كمان حيعمل يعني حيحرك ويعمل يعني اهمية جدا لقطاع السيارات في مصر وايضا حيستهدف ايضا التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية ده اعتقد شيء حيكون مهمة اوي بالنسبة لمصر وحيبقى فيه حركة اكثر لموضوع السيارات اضف دكتور مصطفى مدولي ايضا ان مصر ستسعى الى شركة متكددة دايما مع المستثمرين والشركاء التجاريين الاقليميين من اجل تحقيق تجارة اكثر توازنا داخل قطاع السيارات وبالتالي حيبقى فيه كمان حنلاقي فيه ضمان نمو اقتصادي مستدام يعني طول الوقت انت تبقى حاسس انه موضوع توطين صناعة السيارات يعود لاحنا كان عندنا الحقيقة هذه الصناعة وكمان لو انتوا تفتكروا افريقيا كانت الحقيقة من الدول اللي كانت الحقيقة بتهتمة اوي بصناعة السيارات في مصر وكانت بتاخد من مصر هذه الصناعة فده انها تعود بهذه الطريقة اعتقد هيبقى سوق ناشئ في افريقيا مهم جدا في مصر وده هيكون كمان من خلال بقى سياغة سياسية وايضا صناعية شاملة ومتكاملة علشان كمان يبقى فيه يعني اساس ونظام في جذب الاستثمارات خاصة في قطاع السيارات فده اعتقد من الاشياء اللي هتكون مهمة خبر مهم وخبر اعتقد بيهم كل المستثمرين وايضا يعني الناس اللي بتهتم بموضوع يعني صناعة السيارات وقطاع السيارات